أهلا بكم مجددا معكم نوريس عليم دون التعلم معناه وفي هذا الفيديو سنكمل سلسلة SEO WordPress أو تحسين SEO WordPress من خلال استخدام إضافة Yoast SEO ففي الفيديوهات السابقة قمنا بضبط إعدادات SEO العامة قمنا باستعراض المشاكل التي قد تظهرها لنا هذه الإضافة واليوم سنقوم باستعراض تحليلات SEO وتحليلات القراءة وتحديدا تحليلات SEO سنخوض بها أكثر فإذا من خلال ذهبنا إلى SEO General وثم ذهبنا إلى Features فسنجد هنا أن بشكل تلقائي تم تحديد أن تحليلات SEO هنا وتحليلات القراءة أو قبيل القراءة هنا مفاعلة إذا لم تكن مفاعلة بحالتك فقم بتفعيلها وقم بالنقر على حفظ التغييرات Save Changes في الأدنى الصفحة الآن أين تظهر هذه التحليلات حتى نستطيع الخوض بها واستخدامها والاستفادة منها؟ إذا قمنا بالذهب إلى كل المقالات وقمنا بإضافة مقالة جديدة فمثلا كتبنا مقالة أو مثلا سأسمي كتابة مقالة موافقة لأسيو أو مناسبة لأسيو بشكل عام أي عنوان الآن فقط أريد استعراض بعض الأمور نلاحظ أن هنا في الشريط الجانبي هنا في قسم نشر لاحظ لدينا هنا تحليلات أخرى فمثلا يقول لي سيو غير متاح يقول لي قابلية القراءة تحتاج لتحسين فيعطيني مؤشر عن هذا الموضوع ولكن ماذا يعني ذلك؟ فلنتصبح المزيد ثم نقول ماذا يعني ذلك؟ إذا تصفحنا القسم أدنى قسم نص المقالة هناك قسم خاص بيوست السيو وهي الإضافة التي نستخدمها ونلاحظ في هذا القسم دقيقة واحدة نلاحظ أن في هذا القسم يوجد لدينا إعدادات قابلية القراءة هنا وأيضا هناك إعدادات السيو هنا سأتحدث الآن عن إعدادات الخاصة بالسيو وفيديو آخر القراءة فبالنسبة لإعدادات تحليلات السيو عندما تقوم مرة أخرى دائما أقولها عندما تقوم بكتابة أي مقالة دعها تكون واضحة حدد الفكرة التي تريد أن تتحدث عنها كن واضح الموضوع ليس موضوع سيو الموضوع موضوع أنك تكتب لإنسان آخر يريد أن يقرأ يريد أن يفهم ويريد أن تجعله يفهم الفكرة التي تريد إيصالها مباشرة دون زيادة دون نقصان فبالتالي عندما تقوم بكتابة أنا الآن أريد كتابة هذه المقالة وهي عن كتابة مقالة موافقة للسيو يجب أن أضع بعنوان هذه المقالة الموضوع الذي أتحدث عنه فأنا أتحدث عن مقالة موافقة للسيو فيجب أن أضع في عنوان هذه المقالة هذا الموضوع هذه الكلمة التي تدور حولها الموضوع الخاص بك الذي تريد أن تتكلم عنه اسمها الكلمة المفتاحية أو الكلمة التركيز أو كلمة الأساسية في موقعك فإضافة عفوا ليس في موقعك في المقالة أو الصوحة التي تكتب عنها ففي يوسترسيو يتيح لك أن تقوم بتحديد هذه الكلمة هنا من خلال هذه فوكس كيوورد فهنا أكتب الكلمة المفتاحية التي تريد أن تتحدث عنها فمثلا هنا الكلمة المفتاحية التي أريد أن أتحدث عنها هي مثلا مقالة موافقة للسيو طبعا هي أنا أقول كلمة مفتاحية ولكن ربما أن تكون جملة ربما تكون ذلك أو جملة قصيرة فإذا هذه الكلمة التي أو الجملة أو العبارة القصيرة التي تدور حولها موضوع الذي أريد أن تحدث عنه مقالة موافقة للسيو كون أن هذه الكلمة المفتاحية التي أريد أن أتحدث عنها فيفضل أن أجعل هذه الكلمة المفتاحية تظهر بالعنوان حتى عندما يقوم أي شخص بزيارة موقعي ورؤية وقراءة عنوان هذه المقالة يفهم عن محتوى هذه المقالة فإذا العنوان يجب أن يعطي فكرة عن الموضوع فإذا هنا نلاحظ أن عنوان هذه المقالة كتابة مقالة موافقة للسيو جيد فإذا الكلمة المفتاحية موجودة في العنوان الموضوع الثاني هو أن يفضل أن يكون أيضا الرابط الدائم لهذه المقالة وهو هذا الرابط الموجود هنا يفضل أن يكون أيضا يحتوي على الكلمة المفتاحية فنلاحظ أيضا هو الآن يحتوي على الكلمة المفتاحية مقالة موافقة للسيو هذا شيء جيد جدا فإذا بهذا الشكل من خلال تحليلات الآن في فيديو لاحق سنقرأ هذه التحليلات ونحلل المشاكل ولكن حتى الآن قمنا باختيار الكلمة المفتاحية المناسبة لمقالتنا والتي تدور حولها المقالة الموضوع الثاني قمنا بإدخال الكلمة المفتاحية في عنوان هذه المقالة ليفهم الزائر ما الموضوع الذي نحن سنتحدث عنه وأيضا قمنا بوضع عنوان المقالة أو عفونا كلمة المفتاحية لهذه المقالة في رابط المقالة فإذا هذا كله لفيديو اليوم في الفيديو القادم سأكمل من هنا فتابعوني وألقاكم في الفيديو القادم